مرحبا يا حلوين أهلا وسهلا فيكم مرة تاني بقناتي فيديو اليوم رح يكون شوي مختلف قررت أعمل لكم فيديو تجميعي عن كل مسكاراتي فورا اللي أنا استخدمتها حسنت أنه الموضوع رح يكون مفيد طبعا أكيد ما في مسكارة بتناسب الكل يعني في كتير شغلات بتعجب غيري ما بتعجبني والعكس صحيح الفكرة أنه أشارككم تجربتي وأكيد رح أفرجيكم شكل فرشاية كل المسكارات ما رح أطول عليكم كتير بالمقدمة بس قبل ما نبدأ لو سمحتوا ما تنسوا تعملوا لايك وشوفوا صندوق الوصف سي دايما بيلا نبلش أول مسكارة رح أحكي لكم عنها لليوم هي هودا بيوتي لجيت لاشز هاي تعتبر من المسكارات الأفضل ما بيعة من سيفورا بيكون فيها جهتين جهة بتعطي كثافة والتاني بتعطي طول وطعجة طبعا بتبلشوا بالجهة اللي بتعطي كثافة وقبل ما تنشف بتحطوا من الجهة الثانية فرشاية اللي تعطي كثافة شكلها كتير ذكرني بمسكارة ماكستاك فتوقعت أنه ما أحبها زي هديك بس صراحة تعت هودا خرافية أتوقع أنه الفورميلة بتختلف الجهة الثانية فيها تعجب تعطي قلبي كتير حلوة بالإضافة لطول سواد هاي المسكارة بجنن هي ووتر بروف بس حستها الصراحة بتوقع لرموش عشان هيك بس تختمها يومين أو ثلاث بالأسبوع يعني ما حستها بتزبط استخدام يومي بس الإفكت طاعها كتير عجبني تاني واحدة لليوم هي أنستازيا بيفرلي هيلز لاش براغ ماسكارة أنا جايب الحجم اللي صغير منها طبعا هاي كنت سامع عنها كتير حكي ومديح فتوقعت أنه كتير تعجبني بس أنا ما أحبت حستها بتكتل بتلزق لرموش ببعض ما بتعطي إفكت رهيب فرشاية طاعتها شكلها زي الإنفينيتي وشعيراتها مش كتير قراب من بعض سوادتها حلو مقاومة للمي بس برضو ما أحبت الإفكت وريح أحكي عن ديورشو بلاك أوت ماسكارة أنا جربت الديورشو العادية قبل كم سنة بس للأسف ما عندي منها هلأ كتير كنت أحبها وتحمزت أجرب البلاك أوت حسات الفورملاة تعتهاي بتيجي كريمية وسائلة وشوي تقيلة الإفكت طاعتها حلو ولكن إذا كترتوا منها شوي رح تكتل وتلزق لرموشكم ببعض سوادتها كتير حلو وتوقع أنها تعجب الناس اللي رموشهم شوي أصار لأنها بتعطي كثافة وطولي كتير حلوين فشعيراتها فيها زي لوبس أو يعني لفات هي حلوة صراحة والإفكت طاعتها رهيب بس كتير بدها أنتباه واللي بعدها هي مارك جايكوبز بالفتنوار ميجور فوليوم ماسكيرا هاي من أحلى المسكارات اللي أنا استخدمتهم صراحة كتير حبيتها بتعطي كثافة خرافية للرموش بتعطي طول حلو ما بتكتل ثباتها عالي بتفرق الرموش عن بعض بشكل كتير حلو شكل فرشاي زي الساعر رملية كتير شبيه شكلها بأنستازيا بس بتحسوا هاي شعيراتها قريبة من بعض ما في بينهم مسافات كبيرة الشعيرات تاعتها بتكون فلكسبل رح أحكي عن مسكارة كتير إنشهرت من بوبي براون واللي هي سموكي آي ماسكيرا هاي المفروض إنها تعطي كثافة خرافية كنت كتير متحمسة أجربها صراحة ما حستها بتعطي كثافة يعني بس طول وطعجة بتفرق الرموش عن بعض هي مش سيئة ولكن ما بتعطي كثافة فرشاي تاعتها بتيجي ستريت وشعيراتها قرب من بعض ما بتحسوا الشعيرات طوال كمان جربت أحد منها توكوتس حستها شوي كتلات فيعني أنا من تجربتي ما بينفع إلا طبقة واحدة بس وريح أحكي لكم اليوم عن ثلاث مسكيرات من بنفت أول واحدة هي The Arial Magnet فرشاي اللي بيها المسكيرا من الوسط مشحونة مغناطيسيا والفورمي لنفسها فيها معادن مشحونين هاد الإشي بيعمل إفكت رفع رهيب للرموش كمان بيعطي طولي كتير حلو الحلو فيها إنها ما بتكتل برأيي كمان هي بتعطي كثافة فرشاي تاعتها بتيجي شعيراتها قصار حلو تحطوا منها طبقتين بس أكتر من هيك بتطلع أوفر وهي كمان مقاومة للمي الثاني واحدة هي The Arial العادية هاي المسكيرا بتعطي طوله كثافة الاختلاف بينها وبين الماغنت إنه هاديك بتعطي طوله صحبة أكتر وصراحة أنا حبيت ماغنت أكتر من هاي فرشاي تاعتها بتيجي شعيراتها أطول من اللي قبل في زي سبايكس بآخر الفرشاي كتير منها أحلى الرموش السفلية برضو كمان هاي مقاومة للمي المسكيرا الثالثة هي Bad Girl Bank هاي بتعطي كثافة كتير حلوة وكمان بتفرق الرموش عن بعض بشكل رهيب سهل كتير توصلوها للمي اللي قدام بتعطي الفلاش لك حلو فيها إنها ما بتبيني سميكة فرشاي تاعتها حلوة بتكون أطول من جوا ومن الطرف بلش يقصروا الشعيرات هاي برأيي من أفضل مسكيرات بنيفت كمان جربت واحدة من Brand Milk وهي Kush Mascara هاي الأفكت تاعتها طبيعي السواد تاعتها حلوة بتفرق الرموش عن بعض تعطي طوله كثافة شوي وطعجة بس مشكلتها إنه بتنزل السواد تحت العين أحيانا بعد كم ساعة فرشاي تاعتها فيها رفع من النص حلوة بتقدروا تعملوا لها Build Up بدون ما تكتل هالي براند كمان منتجاتها فيغان وهذا رح حكي عن مسكارة Light Camera Lashes من Tart هاي حسنت الفرميلة تاعتها شوي ناشفة صراحة والإفكت كتير طبيعي يعني يا دوب بيبين إنكم حاطين إشي وإذا بتحاولوا تزيدوا منها بس بتحسوا إنه السواد تاعتها بزيد أكتر من إنه إفكت غريب شوي وكما بتحسواها بتنزل سواد تحت العين بعد كم ساعة فرشاي جاي ستريت ما بتحسوا شعيراتها كتير طوال ما حبتها أبدا مع إنه كتير في ريفيوز منيح عنها واللي بعدها هي إليا لمتل سلاش هاي أول ما حطتها كتير حبات الإفكت تاعتها وانبهرت صراحة بتعطي طول رهيب كثافة خرافية وطعجة ولكن فيها شغلة داياتني أنا من الناس اللي عيني بيدمعوا إذا كان في كتير هوا فلقيت إنه تحت عيوني صار زي الباندا بس دمعت أبدا مش ثابتة هي مش مقاومة للمي فرشاي طاعتها بتيجي ستريت مثل المشط من جهة وجهة تانية فيها طعجة تقريبا على شكل انفينيتي كمان استخدمت مسكارة ريري بيوتي هاي من أحلى المسكارات اللي استخدمتها بالفترة الأخيرة صراحة هي بتعطي كثافة وطول الفرميلة تاعتها ما بتحسوها كتير سائلة ومنح صراحة إنها هيك لأن الفرشاي تاعتها كبيرة فلو كانت سائلة بيكون كتير صعب استخدامها بتعطي الفلاش لك فرشاي تاعتها فيها طعجة خفيفة الشعيرات تاعتها فليكسبل وبتحسوهم مقراب من بعض كتير حبيتها جربت مسكارتين من البراند سيفورا صراحة هدول أخدهم هدايا من محلات سيفورا يعني أنا ما شتريتهم أول واحدة اسمها سايز اب هل مسكارة رهيبة يا جماعة والحلو إنه سيرها مش كتير غالي بس بتعمل إفكت رهيب تعطي كثافة وطول وطعجة مقاومة للماء حبتها صراحة وكمان سواداء حلو فرشاي تاعتها جاي شوي غريبة بتحسوها مموجة يعني ارتفاع الشعيرات متغير وحجمها كبير شوي الثاني هي بيك باي ديفينيشن هاي برتو حلوة بتفرق الرموش بشكل حلو تعطي كثافة وطول بس إذا حطتوا منها كود تاني ممكن تكتل لفكتها أقل من اللي قبل يعني أنا حبيت سايز اب أكتر وكمان هي بتنزل سواد تحت العين فرشاي تاعتها تقريبا من الطرف بتصير الشعيرات أقصر وهذا رح أحكي عن جيفانشي فوليوم دستيربيا هاي من المفضلات عندي من أحلى مسكارات اللي مرأوا علي وحكيت لكم عنها كتير من قبل هاي بتعطي كثافة وطعجة رهيبين ما بتعطي طول خرافي يعني عادي فإذا كان بتكون مسكارة طويلة كتير ما رح تحبوها السواد تاعتها كتير حلو فرميلة تعطيها شوي ميلة للسائلة ما بتكتل بس بدها وقت لا تنشف الشعيرات تاعتها كتير قصار بينهم مسافات كبيرة نوعا ما عن جد كتير بحبها كما جربت مسكارة نارس الحمرة كتير حبيتها صراحة هاي برضو ما بتعطي كتير طول بس كثافة وطعجة برأيه الإفكت تاعتها كتير حلو مقاومة للمي ومع هيك بتحسوها بسرعة بتنظف شعيرات الفرشاية تعطيها طويلة نوعا ما والشعيرات بينهم مسافات متساوية تقريبا ما بتنزل سواد تحت العين ولا بتكتل كمان استخدمت ثلاث مسكارات من لانكم رح أبلش بأكتر واحتاج باتني والي هي مونسور بيك ماسكيرا من كتر ما بحبها عندي منها تنتين هاي بتعطي طول وكثافة بشكل كتير حلو ما بتعطي طعجة بتخلي شكل رموش معبة أكتر وبتعطي الفلاش لك فرشاية تعطيها كبيرة شعيراتها فليكسبل والسواد تعطيها كتير حيرو ونيجي للي بعدها والي هي هبنوز وتحديدا الدراما هاي كتير اندمت اني اشتريتها صراحة أبدا ما نسبتني ما كنت كتير مقتنعة بشكل فرشايتها بالمحل بس البنت اللي كانت تشتغل كتير نصحتني فيها وسرجع بالي أجرب بتلزل الرموش ببعض يعني بس استخدمتها حسة حالي حاطة لزق أسود فورميلا تعطيها سائلة في الشعية تعطيها شكلها غريب أبدا أبدا ما حبتها واستخدمت كمان مسكايرة من نفس اللاين اللي هو هبنوز واسمها فوليوم اي بورتر هاي ما تعتبر سيئة بس ما بتعطي إفكت خرافي يعني شكلها بتحسوا تقريبا طبيعي ما حستها بتعطي طول أبدا بس كثافة ما نزلت سواء تحت عيني أو كتلت في الشعية تعطيها بتيجي سيليكون الشعيرات تعطيها بتبلش طويلة بعدين بتأصر من الطرف وريح أحكي عن كلينيك هاي امباكت ماسكيرا هاي كتير حلوة بتعطي كثافة طول وبتفرق للموش بشكل كتير حلو رهيب بس بنفس الوقت بتحسوها ما بتكتل وخفيفة سواء تعطيها بجنن وقاومة للمي وحسا كتير حلوة للاستخدام اليومي فالشعي تعطيها طويل شوي بتحسوها ستريت شعيراتها كمان طوال نوع نوع أما اللي بعدها فهي جورجي أرماني آيستوكل الإفكت تعطيها كتير قريب من طعتي كلينيك بس هاي بتحسوها بتقلب للموش بتعطي ديفينيشن رهيب يعني بتخلي كل رمش يبين كأنه هيك أكبر برضو ما بتكتل وما بتبين سميكة فرشاية تعطيها ستريت وشعيراتها فليكسبل كل شعيراتها إلهم نفس الطول وقاومة للمي وسوادها بجنن وصار الوقت أحكي عن شارلوت تيل بري بوشاب لاشز رهيبة هالماسكارا كنت كتير أسمع عنها مدح وصراحة معهم حق الناس هلا أكيد ممكن ما تناسب الكل بس أنا كتير حبيتها تعطي تعجي رهيبة بتفرق لرموش بالإضافة للطول والكثافة فرشاية تعطيها شوي غريبة ونص ما فيها شعيرات بيجو بس على الطرفين كمان بيكونوا شوي قصار فيهم تعجي خفيفة وهم سيليكون وما بيكون فليكسبل هاي أفضل ماسكارا جربتها هالسنة نيشي هلا لأستيلودر هاي بتعطي كثافة بشكل كتير حلو سوادها بجنن بتعطي تعجي بتحدد الرموش بتفرقهم عن بعض والحلو فيها انه ما بتحسوها تقيلة أو بتكتل الإفكت تاها رهيب فرشاية تعطيها فيها نوعين من الشعيرات نوع بيتحرك ونوع ثابت حتى يعطي تحديد أكتر ورح أحكي عن مسكارة كوتي بالنسبة لإلي الإفكت تاها المسكارا كتير عادي خاصة بالنسبة للإستعير تعها يعني تعتبر من أغلى المسكارات بسيفورا فورميلة تعطيها ماي للإستائلة شوي فرشاية فيها رفع من النص والشعيرات سيليكون حلو فيها انها بتوصل لرموش اللي من جوه بسهولة بس حسيتها بتكتل شوي ما بتعطي إلا طول بالنسبة لإلي يعني الشكل اللي بتعطيه كتير عادي بالنسبة للإستعير واللي بعدها فهي YSL Mascara Volume اللي عندي هي الحجم الصغير اللي بتيجي كبير بيكون لونها دهبي من بره أنا صراحة مش كتير حباتها لإفكت تعها كتير طبيعي برأيي كنت بتوقع إنها تعطي كثافة أكتر من هيك بس طلع عادي الشعيرات تعطيها ما بتيجي سيليكون تقريبا شكلها زي اللوب في مسافات متساوية بين الشعيرات وكلهم نفس الطول وآخر مسكارة لليوم هي من Too Faced واسمها Damned Girl كتير حباتها المسكارة صراحة الفورميلة تعطي طول رهيب وكثافة بتجنن بتفرق للموش عن بعض بشكل كتير منيح ما بتعطي طاجة رهيبة ما بتنزل سواد تحت العين مع إنها مش ووتر بروف بس طبعتها خرافي فورشعي طاعتها على شكل Infinity وجاية شوي كبيرة الشعيرات طاعتها ما بتكون سيليكون قبل ما أنهي هذا الفيديو كتبولي بالتعليقات شو أكتر مسكارة بتحبوها وبس هيك بيكون خلص فيديو اليوم بتمنى يكون أعجبكم إذا أعجبكم أكيد ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد من قناتي أشوفكم بالفيديو الجاي باي ترجمة نانسي قنقر